أعتقد الدكتور فيه مجود كبير جداً وتنسيق بيتم على أعلى مستوى عشان تخرج هذه القافلة بهذا الشكل فيه شكل طبعاً مجود غير عادي يشنيع فيه تناكم وتآلفنا بين وزارة الصحة ووزارة الصقافة وهيئة وزارة التموين وهذا المنحة اللي احنا بنتكلم عليه أن القافلة اللي كانت لسه اللي أستاذة مننا بتقول فيه تكامل بين المبادرات دي أه طبعاً تكامل واضح جداً وأهو الناس بتنزل بقافلة متنوية على كي تشمل رعاية الأسرة كاملة نحن ندخل الناس بتدخل القرية الحقيقة يعني ما بتقدمش كشف مثلاً على الضغط ولا السكر لا ده كشف جلدية من إمتى كان بيحصل ده كشف بنتكلم على أسنان بنتكلم على رمض بنتكلم على كشف مبكر عن السرطان السادي للسيدات بنتكلم على قافلة طبية متنوية نحن بتبعط له مستشفى كاملة لحد بيته وانت مش بتعمله مش بتقوله روح المستشفى وبتنقله لا ده انت بتبعط له مستشفى لحد لبيته تكشف من كبير لصغير وتقدم أدوية بالمجان انت بتتكلم في هذا التوقيت كمان الأطفال أهليهم بيكشفوا هيروحوا فين وهذا المستوى القروي يحتاج للرعاية الأطفال انك مختلفين شوية بتعمل لهم حاجات وبهجة ما كنت بتشوفه يا جماعة احنا عندنا اللي حصل في حياة كريمة معلش انا بس في نقطة لازم اوضحها لكم اللي حصل في حياة كريمة ده احنا بالنسبة لنا حلم كبير جدا حياة كريمة لما نزلت الكفور والنجوع في جمهورية مصر العربية كانت النتيجة ايه كانت النتيجة احنا كان عندنا مصر طول عمرنا اي محافظة من محافظات الصعيد مثلا او وجه بحري تحديدا كنا بنلاقي ان مركز هذه المحافظة هي اللي بياخد كل الاهتمام يعني لو نزلنا مثلا محافظة الغربية نلاقي مثلا عاصمة الغربية او المركز بتاعها الأساسي هو اللي في الشوارع الموجودة في الكهربة في الماء كان الكورة والنجوع داخل هذه المحافظة لا ما بيوصل لاش اي امدادات ولا اي دعم للدولة بشكل مباشر واللي كان عايز ياخد دواء كان ينزل يجيبه من المركز اللي كان عايز يطلع ورقة ينزل يجيبها من المركز إن كان متاح ما كانش بيضطر ينزل للعاصمة أصلا صور حياة ما كانش موجودة كمان يعني ما كانش فيه مياه ولا كان فيه كهرباء في كتير من الكورة والنجوع للأمانة الشديدة ما كانش فيه حاجة اسمها فكرة إن يبقى فيه مركز شباب دي ستاك بتكلمه عن حلم هو ما بيوصلوش وكان نفسه بس الماء تدخلو النهاردة إحنا بعد حياة كريمة عندنا المراكز بتغير من الكورة والنجوع حقيقة والله يعني عندنا النهاردة إشكالية كبيرة جدا في المراكز اللي يقولك بقيت على القرية اللي جانبي فيها خدمات أكتر مني ده كلام ما كانش يعني الحقيقة ما كانش نحلم نوصله فده اللي احنا بنقوله وإحنا بنقوله الدولة النهاردة المصرية بتقدم ما لديها وما تستطيع وأقصى طاقة ممكنة للمواطن المصري بشكل أو بآخر في منحة واحد فأكتر من منحة ومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم